اشتركوا في القناة تأتي على رأس الأولويات باشر الفريق الطبي ببعثة الحج البحرينية مهامه وخدماته الصحية بعيادتها بمكة المكرمة واستوجود كادر مؤهل من وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر بعدد يوفوق الثلاثين ممارسا صحيا تم توفير طاقم طبي مؤهل يرافق حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة يتكون من اثنين وثلاثين من طبيب وتمريض ومسعفين وإداريين بالإضافة إلى طاقم التفتيش أغلب الأدوية التي نحتاجها لتقديم خدماتنا متوفرة مع الجو الحار ننصح الحجاجة عدة نصاح ما أبرزها عدم التعرض للشمس لفترات طويلة مباشرة نحذهم أن يستخدمون مضلات شرب كميات وافرة من الماء بالنسبة لحجاج الذين يعانون من المراضة المزمنة نحذهم أن يكون عندهم دائما اللي هو السوار اللي يحتوي على المعلومات الطبية مع الالتزام بأخذ أدويتهم في الأوقات المناسكة وعنده لحساس بأي عراض يدون توجهون حق البعثة الطبية وذلك لمعايناتهم بالنسبة حق الحجاج أثناء الحاجة أن ننصحهم بعدم أخذ اللي هو الأكل المكشوف ودائما يكون الأكل فراش وما يكون تعرض الفترات طويلة للحار الفريق المسعف البحريني هو الآخر الذي يقدم خدماته الفورية لكل الحالات الطارئة بطاقم متمرس يعمل على قدم وساق تقديم ورشات عمل تدريبية إلى الكوادر مال البعثات البحرينية أو الكوادر الحملات البحرينية وإلى الطاقم البعثة أيضا تقديم ورشات عمل إليها وإسعاف المصابين ونقل المصابين من البعثة إلى مركز النور التخصصي ومن ضمن الخدمات أيضا تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة طبعا لخدمة حجاج بيت الله الحرام طاقم طبي جاء من المنامة للديار المقدسة يعمل على مدار الساعة في مقر البعثة وكذلك في المراكز المخصصة بالمشاعر المقدسة كفوف عانقت بعضها فأثمرت أناملها خدمات طبية متفوقة وناجحة تليق بسمعة البحرين ومكانتها لتلفزيون البحرين صالح يوسف من مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر